بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا نتابع معا التفسير العلمي لعدد من الإشارات الكونية في القرآن الكريم وصلنا في ذلك معا إلى خواتيم صورة الملك ونقرأ في هذه الحلقة المباركة قول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشروا الأمر هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر له صلى الله عليه وسلم أمر لجميع المتبعين له المؤمنين برسالته قل هو الذي أنشأكم والخطاب للخلق جميعا هو الذي أنشأكم والإنشاء هو الإيجاد من العدم كالخلق ولكن الإنشاء قد يعني المراحل التي يمر بها المخلوق قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وكعادة القرآن الكريم يقدم السمع على الأبصار ويفرض السمع ويجمع الأبصار وهذا من فائق الدقة العلمية في هذا الكتاب العزيز أولا لأن السمع هو أول حاسة يستخدمها الإنسان وهو في بطن أمه فالجنين في بطن أمه يعني بعد فترة من تسويته يبدأ يسمع ولا يرى فالسمع أول حاسة يستخدمها الجنين وهو في بطن أمه وبعد الميلاد تظل هذه الحاسة هي أول ما يستخدمها المولود المولود إذا أطرقت بيديك أبامه يشعر بذلك لكن إذا مررت بيدك على عينيه لا يحرك لا يطرف لأنه لا يرى والأبصار يأتي متأخرا بعد عشرة أيام إلى بضع أسابيع في بعض الحالات لذلك يقدم ربنا تبارك وتعالى باستمرار في كل القرآن الكريم السمع على الأبصار أو السمع على البصر والسمع يأتي بالإفراد لأن الإنسان لا يمكنه إلا أن يسمع كلمة واحدة في الوقت الواحد تم التجربة بأن وضعت سماعتان على أذني إنسان بالغ وتحدث في نفس اللحظة بكلمتين لهما نفس الجرس فلم يسمع إلا كلمة واحدة بالرغم من الأذنين ومركزه السمع فوق الأذنين لذلك يأتي السمع بالإفراد ويقدم على الإبصار أو البصر البصر يأتي متأخرا كما أن يأتي بالجامعة لأن الإنسان يمكنه أن يبصر عدة أشياء في الوقت الواحد فقال قل هو الذي أنشاءكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أيضا نرحب أن مراكز السمع في المخ فوق الأذنين مباشرة ومراكز الأبصار في مؤخرة المخ ولذلك أيضا من معاني تقديم السمع على البصر قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة الفؤاد اختلف العلماء في تفسيره ما هو الفؤاد؟ بما الغريب أن العلماء القلب قد أدركوا مؤخراً أن هناك ما يسمى داخل القلب أو بسمه the inner heart القلب الداخلي هناك شيء داخل القلب لم يكتشب بالكامل مؤخراً ولعله هو الفؤاد المقصود بالفؤاد فيقول ربنا تبارك وتعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمعة والأبصار والأفئذة قليلاً ما تشكرون وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان لأن الإنسان إذا فقد السمعة يعزل تماماً عن المجتمع الذي يحيى فيه إذا فقد السمعة قد يفقد النطق أيضاً وفي أغلب الحالات يفقد النطق لأن الإنسان ينطق بما يسمع قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمعة والأبصار والأفئذة قليلاً ما تشكرون ثم تقول الآيات قل هو الذي ضرأكم في الأرض وإليه تحشرون من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة ومن الشهادة له سبحانه وتعالى بالألوهية والربوية والخالقية والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه أن الله خلق هذه البلايين التي تتملأ جنبات الأرض اليوم سبعة بلايين بني آدم أو أكثر يملؤون جنبات الأرض اليوم والبلايين التي عاشت قبل ذلك وماتت والبلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيم الساعة خلق ربنا تبارك وتعالى كل هؤلاء من أب واحد وأم واحدة فقال يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رخيباً ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الناس بنوا آدم وآدموا من تراء والله لا يمكن للعقل البشري أن يتخيل أن هذه البلايين التي تملأ جنبات الأرض اليوم والبلايين التي عاشت وماتت والبلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيم الساعة كل هؤلاء أنشأهم ربنا تبارك وتعالى من أب واحد وأم واحدة وجعلنا في أصلاب هذين الأبوين منذ الأزل ويعلم كل فرد مننا فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله الكتاب فيمن علينا ربنا تبارك وتعالى وهو صاحب الفضل والمنة دائماً يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم أطلع الناس على هذه المعجزة التي تشهد لله الخالق بالألوهية وبالربوبية وبالخالقية وبطلاقة القدرة وبالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه فيقول له قل هو الذي ضراءكم في الأرض وإليه تحشرون كل هذه البلايين من البشر ضراءها يعني نشرها ربنا تبارك وتعالى وعمر بها الأرض وهي من أعظم دلائل طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق ثم يقول وإليه تحشرون سيبعث كل هؤلاء البلايين في يوم القيامة سيبعثون من هذه العظمة الصغيرة التي وصبها الرسول صلى الله عليه وسلم باسم عجب الذنب سيبعثون ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين الأربعون ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البخل وتقتتم سورة الملك بقول ربنا تبارك وتعالى قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين وقلنا أن نسبة هائلة من ماء الأرض مدفونة في صخور القشرة الأرضية أو مخزونة في صخور القشرة الأرضية خزنها ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته وهيئ من طبقات الأرض ما يتميز بالمسام العالية والنفاذية العالية حتى وجعل لهذه الصخور منكشفات على ظلط الأرض فإذا نزل المطر تخلل تلك الصخور عالية المسامية عالية النفاذية وتحرك الماء بها فخزن في داخل الأرض بين طبقات غير مسامية طبقات مصمطة من الذي هيئ ذلك لنا غير الله الخارق سبحانه وتعالى وهذا الماء المخزون على كفرته قادر ربنا تبارك وتعالى أن يذهبه تماما أي هزة أرضية أي ثورة بركانية أي تفاور كيميائي غير عادي ممكن جدا أن يذهب بهذا الماء ولا يبكننا من الحصول عليه ولذلك ختمت هذه الصورة المباركة بقول ربنا تبارك وتعالى قل أرعيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين وأوصان رسولنا صلى الله عليه وسلم أننا إذا سمعنا هذه الآية أن نقول على الفور الله رب العالمين وإلى لقاء قادم إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه داعيا لكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته